نيابة الجرائم الإلكترونية ووفقاً ما أعلن في التقرير السنوي للنيابة العامة مؤخراً أن هناك ازدياد في معدلات ارتكاب الجرائم الإلكترونية بشكل خاص الجرائم لتتم عبر إساءة استعمال أجهزة الهاتف ومنصات تواصل اجتماعي بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الاحتيال الإلكتروني وهي في الحقيقة عبارة عن ظاهرة جولية وليست محلية فقط لذلك جاء إنشاء نيابة جرائم الإلكترونية ومنحها من الصلاحيات التي تستطيع من خلالها أنها تحد من انتشار معدلات ارتكاب مثل هذه الجرائم بفعالية تختص نيابة الجرائم الإلكترونية بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي ترتكب باستعمال وسائل الإلكترونية والجرائم التي يكون فيها اعتداء على البيانات والمعلومات والوسائل الإلكترونية منها الجرائم المنصوص عليها في قانون حمالة البيانات الشخصية قانون خطابات المعاملات الإلكترونية أيضا قانون تقنية المعلومات بما فيها من جرائم احتيال الإلكتروني تدبير معلوماتي والدخول على أنظمة تقنية المعلومات بالإضافة إلى جرائم التي تكون عبر الهاتف مثل جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار والإهانة والإبتزاز وما شبهها من جرائم دائما تسعى النيابة العام من نحية واكب تطورات ارتكاب الجريمة وتقف على ما يستحدث من أدوات في ارتكابها لذلك إن شاء نيابة جرائم الإلكترونية وما منحت لها من صلاحيات واختصاصات وفق قرار إنشاءها يمكنها من ناحية تنسق وتتواصل بفعالية مع الجهات المعنية في الحد من هذه الجرائم منها إدارة مكافحة جرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن القصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وأيضا بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وعدد من بنوك تقليدية والرقمية وأيضا شركات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية من خلال هذا التعاون مع هذه الجهات بالإمكان أن نضع خطط استباقية ونطور من الإجراءات الموجودة حاليا لنحد من انتشار مثل هذه الجرائم وهو نواجهها بشيء من الحزم للسيطرة على معدلات انتشارها من أكثر الجرائم انتشاراً ومنحظةً في الأمن الأخيرة جرائم الاحتيال إلكتروني أو ما تعرف بجرائم الاحتيال المالي هذه الجرام تتخذ عدة صور منها ما يرد للمجني عليهم من اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهما يعملون في بنوك أو في جهات رسمية تابعة للدولة ويطلبون من المجني عليهم تزويدهم ببياناتهم الشخصية والبنكية ومن ضمنها يطلبون أيضا رمز التحقق الـ OTP اللي هو الـ One Time Password وهو رمز سري ينبغي عدم مشاركته مع الغير من خلال تحصل الجناع على مثل هذه البيانات يستطيعون أنهما يتحكمون في حسابات المجني عليهم ويستولون على أموالهم المرأة في النيابة العامة وصلت إلى وكيل أول التفتيش القضائي تقلدت رأسة عدد من النيابات الجزئية والمتخصصة منها نيابة الأسرة والطفل نيابة الإسئناب نيابة جرام الكترونية وفي وقت سابق أيضا تقلدت رأسة نيابة التنفيذ ونيابة الوزارات والجهات العامة ما كان للمرأة أن تتقلد هذه المناصب في عمل النيابة العامة لولا الاهتمام والدعم والإيمان بقدراتها من قبل سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين والذي وفر لها من مجالات العمل التي تساعدها على التمييز وتثبت من قدراتها جنبا إلى جنب مع زملائها في الحقيقة نحن نأمل أن المرأة البحرينية تصل إلى مراحل أعلى مما وصلت إليه وليس فقط في مجال السلطة القضائية وإنما أيضا في مجال السلطة التشريعية والتنفيذية خاصة مع جهود والدعم الذي يبذل من قبل مجلس الأعلى من المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة بالإضافة إلى ما يبذل من قبل المجلس من جهود تعمل على تبوء المرأة البحرينية مناصب رفيعة في كافة هذه السلطة بالإضافة إلى العمل على إعلاء شأنها محليا ودوليا أوجه رسالة للجمهور بأن عليكم بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي اتصالات هاتفية أو رسالة نصية توصل لكم بحيث يجب عليكم أن تتأكدون من صحة ومصدر المكالمة الهاتفية أو الرسالة النصية وما تشاركون أي من بياناتكم الشخصية أو البنكية بما فيها رمز التحقق الأوتي بي لأن في حصول غير على مثل هذه البيانات والمعلومات السرية تنكين لهم من اختراق حساباتكم البنكية والاستلاع على أموالكم وتحويلها لحسابات أخرى في حال إنكم تعرفتوا لأي من عمليات الاحتيال بما فيها هذه الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية نطلب منكم إنكم تبلغون فوراً نياضة العامة ووزارة الداخلية لكي نتعاون مع الجهات المعنية ونعمل على استرداد أموالكم قبل تحويلها إلى حسابات خارجية وبالتالي يصعب استردادها